معلنا تجميد سرايا السلام الصدر يدعو الكاظمي لكبح جماح ميليشيات الخزعلي السلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتنصلكم الاخبار العاجلة والحصرية حيث وجه زعيم التيار الصدري مقتل الصدر اليوم الخميسة بإيقاف عمل سرايا السلام فيما دع القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للتدخل في كبح جماح ميليشيات الخزعلي بحسب قوله ونقل صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر قولة الاخيرة في بيانة على قائد القوات المسلحة كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة وأمثالها فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة وأضاف وبدورنا ولدرء الفتنة في محافظة البصرة نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة إن وجدت بما فيها سرايا السلام ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين وسام الراء وما حولها أو حسب توجهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالية واستدرك بالقول وبخلافه فسنتخذ إجراءات أخرى لاحقا فترهيب وإخافة المدنيين وإرعابهم أمر محرم وممنوع والاقتتال الداخلي محرم وممنوع